القرآن كلام الله وهذا المعنى لو أن الذهن استوعبه لكان المرء سائرا على الطريق المستقيم كيف؟ كان معنا بعض الأعادل يدرسون في الأزهر يحملون القرآن كاملا وكان الواحد منهم يسافر في آخر شعبان إلى بلده فإذا ما سئل لما تسافر يقول لأني أصلي بأهل بلدتي بأهل قريتي التراويح القيام في رمضان فأصلي بيع في كل ليلة بجزء كامل من القرآن العظيم ولا يتوقر الحفاظ في قريتنا أو في بلدنا فأنا أسافر على نفختهم من أجل أن يصلي بهم في شهد رمضان القيام بجزء كامل في كل ليلة وربما يزيد في بعض الليالي فنقول نحن متعجبين قومك من الأعادل لا يعرفون العربية ولا يبقون في القرآن ربما حرفا واحدة فما هذا العناء ولما فيقول إنهم إذا ما وقفوا خلفي صفوفا فبدأتوا في التلاوة ابتدأ البكاء حتى يرتج المسجد من البكاء نقول نحن متعجبين ويأهمون يقول لا ولكن أي عجب في هذا هم يقولون بلغتهم كلام الله كلام الله كلام الله كلام الله كلام الله كلام الله أتعين كلام الله هو كلام كلام الله لو تأملت في هذا المعنى ورأيته حقا لغير حياتك كلام الله كلامه ستة من ستاتك لو تعاملت مع القرآن على هذا المحوى لا استقامت قدمك على الطريق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة